قبل ما نروح للماتش النهارده ممكن كريم قال نقطة مهمة جدا احنا كنا بنتكلم على النادي الاهلي وان البعض مننا او احنا مش عاجبنا الاداء برغم الظروف الصعبة اللي بيمر بيها النادي الاهلي وبرغم المكاسب اللي بيحققها النادي الاهلي تعالوا نشوف الفترة اللي جاية النادي الاهلي ماتشاته هناخد بس اسبوع او عشر تيام النادي الاهلي بعد ما يخلص ماتش النهارده هيكون دخلنا بقى في بكرة ان شاء الله اللي هو التلاتة اخر يوم في رمضان بإذن الله رب العمين كل سلام طيب بعديها بيومين بعديها بيومين النادي الاهلي عنده ماتش مع زد في الدوري عنده ماتش مع زد في الدوري بعديها بتلات تيام عنده ماتش يوم خمستاشر مع الزمالك في الدوري يعني حضرك بتلعب النادي الاهلي بلعب تمانية حداشر خمستاشر اللي بعده نقوله اللي بعده يوم تسعتاشر او يوم عشرين عندك سفر عندك سفر للكونجو لملاقات مازنبي شوف بقى حضرين بتتكلم في عشر تيام عندك اربع مباريات اربع مباريات في بطولات مختلفة حيتخلى لهم سفر والراحات تكلم ما بين ماتش للتاني يوم او يومين يوم او يومين نهاردة امبي كمان يومين زد بعديها بتلات تيام الزمالك وبعديها باربع تيام وفيهم سفر اربع تيام وفيهم سفر مباراة مازنبي انا بس بوضح الصورة لحضراتكم انا زي زيكم انا زي زي جماهير بزعى لما يبقى المكسب نقصوا اداء حلو ولكن لازم نراعي بعض الظروف اللي هي خارجة عن اراضياتنا بعض الظروف اللي احنا بنتكلم عليها اجهاد اصابات غيابات ضغط المباريات اجواء مختلفة ما هو برضو اللعيب ده بشر اللعيب ده بني ادم ده احنا بنبقى حاطين رجل على رجل وبنتفرج على الماتش وبين الشوتين بيبقى الواحد تعب عايز يريح شوية عايز يقوم شوية عايز يتماشى شوية عايز ياخد له حاجة يعني اللعيبة بشر في وقت من الاوقات ممكن نستحمل ممكن نستحمل ان الاداء ما يكونش زي ما احنا نتمنى زي ما احنا نتمنى واحنا كلنا ورا فرقتنا كعادة جماهير النادي الاهلي دايما حتى لو زعلانا بعض الشيء من الفرق ولكن عمرنا عمرنا ما تخلينا عن فرقت ورا فرقتنا ان شاء الله ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم دايما دايما في النهاية النادي الاهلي هو اللي بيضحك وهو اللي بيرسم الابتسامة على وشوشنا كلنا اشتركوا في القناة